يسعد مساكن صبايا شباب متابعين يوم وصفتنا تحضير دبس الرمان وصفة منزلية ما بناخد دبس رمان مخشوش منغسل حبات الرمان ومنقسمها بالوسط ما تحزي السكين للأخير ما بدنا نكسر الحبات منعمل شقوق ومنقلبها على أفاها ومنجيب المعلقة الخشبية ومنضربها لحتى تنزل الحبات الصحيحة ومالها مكسرة نهائي بهالطريقة أهالينا كانوا يفرطوا كميات كبيرة كل خمس كليات الرمان راح يفضل الربع لأنه بدنا مزيج كثيف للدبس الرمان وبتلاقي اللون بيصير غامي أي مقدار بدك تعمليه بده يفضل للربع بنائي من الشوائب لأنه الأبيض راح يعطيه لفة ومرار أهالينا كانوا يحطوا بكيس خام وبيطشط ويدوسوا عليه لحتى يسهل تحضيره وعصره حديثا نضعه بالمكسر بدنا نحافظ على الحبات الرمان ما تنخلط لأنه تعطينا مرار ولفة بدنا نحن ندبس رمان طيب منعصره بهالشكل وممكن تصفوه بمصفية مع شاش لناخد مزيج صافي بهالشكل فعلا الرمان تحضيره بالمنزل ولا أروع راح نجيب طنجرة مثل ما قلنا الخمسة كيلو راح يصفي معك كيلو وقل يمكن ياخد معك ثمين ساعات ممكن سبع ساعات حسب المقدار اللي بدك تعمليه منحطه بالبداية على نار عالي بعدين بعد ساعة منخفف النار للوسط غلط تشيلي الرغوة بالبداية بعد الغليان المفروض تتجمع بهالشكل راح أشيلهم شايفين ما بتنزل من خلال المصفية اتجمعت وصارت كسيفة مستمرين بالغليان إذا الرمان ما له حامض حطي عصير ليمون للخمس كليات بتحطي خمس حبات أو أربع حبات عصير ليمون ممكن البديل ملح الليمون مستمرين بالطبخ عبيتكاسف المزيج بدي أعطيكن اختبار لتعرفوا أنه وصل للنضج والكتسافة اللي بدنا ياها منسكو من المزيج ومنعمل بإصبعتنا خط المفروض يكون هالخط واضح ونضيف بهالشكل بيبقى على حاله على مبدأ القطر هو تحضيره الشيرة احصلنا على دبس رمان ولا أروع كثيف غير مخشوش ممكن نصفي بمصفية وشاشة بنحصل على مزيج رائع من دبس راح أعطي ملاحظات مهمة لاختبار النضج وقت صفيته بالشاشية لقيت الكثافة تبعته قليلة معناتها بحاجة لغليان رجعته على الطنجرة على نار خفيفة شمعة وحركته وراءبته لحتى أشوف اللمعة اللي بدي إياها والكثافة اللي بدي إياها حصلت عليها عبيته بقنيني ممكن اتخزنه لسنة ولسنتين ما بيصر له شي ومتل ما قلت إذا الرمان اللي عندكن ماله حامض ادعموا بعصير ليمون للخمسة كيلو مفروض لكل كيلو قطعة ليمونة ناخد داعم للتخزين شوفوا الاختبار منعمل بالإصبعاء خط المفروض يكون ظاهر للعيان شايفين؟ أخدنا فعلا دبس رمان ولا أروع لون وشكل وطعم عبيته بقنيني وللتخزين الخط ظاهر والسماكة روعة يا سلام فعلا بجنة شكرا للمشاهدة